رابعاً افتراء وجريمة بشع نكراء لاحظة لا ينتصر الأمور افتراء وجريمة بشع نكراء هو أحد أكبر شيوخ سيناء رجل سوفي غرير زاهد أمره تجاوز الميت عام كان معيناً وقدوةً للناس في التقوى والزهد والأخلاق وعلى العادة والمنهج الأصيل في الكذب والافتراء في الكيبي والكذب والافتراء والتكفير والذبح وقطع الرقاب فقد ادعى تنظيم داعش الإرهابي الدولة المارقة المارقة الدولة ادعوا أنه ذبح أبا حراز الشيخ الصوفي الجميل نبحوه بحد السيف ادعى بأنه ذبح أبا حراز بحد السيف وقاطع رقبته بالدعوة أنه كاهن ساحر دجال ينشر الشرك بالله فأي الجريمة وقبح وبدعة خطيرة في قتل الأولياء الصالحين الزهاد فأغزاكم الله يا مارقة ولعنكم وأئمتكم الظالين المذلين ورحمك الله يا شيخنا أبا حراز وتقبلك الله قبولا حسنا وجعلك في الجنان مع الشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين والسلام عليك وعليهم أجمعين